الآن ده كان فيه تصراحات مهمة جدا من كولر اتكلم فيها على عدد من الأمور المهمة بغض النظر عن بعض الأسئلة ممكن البعض منها منطقي البعض منها غير منطقي البعض منها في توقيته البعض منها مش في التوقيت المطلوب في الأول في الأخرة بشوف يا جماعة أن السؤال حقل أي حد أنه هو يسأل اللي هو عايزه في أسئلة بصراحة تبقى غير منطقية للأمانة يعني لكن في كل الأحوال حقق أي حد أنه هو يسأل وطبيعي يرد المدرب أو يرد كابتن فريق لكن النهاردة كولر قال ليه أنا ما بوعدش بأي حاجة وإحنا ابتدنا الموسم بشكل فيه مطشات كؤوس مطشات مهمة جدا جدا مباراة كانت صعبة والدوري كان طويل جدا يحتاجنا لفترة راحة وكنا بحاجة لمعسكر أعداد من أربع لست أسابيع وده ما كانش متاح أنا هنا عندي ملحوظة ملحوظة مهمة جدا ما عليش فيه حاجات كده ما بعرفش عديها بصراحة ما هو الأهلة من خسر مثلا السوبر الإفريكي ومستر كولر مثلا يعني من نادي الزمالك الفريق خد كم يوم راحة خد حوالي 7-8 يوم راحة طب منين الفريق محتاج أنه هو يستعد ويتم تأهيله بالشكل الأنسب على المستوى البدني للموسم الجديد ومنين خد راحة تقريبا أكتر من أسبوع يعني برضو حاجات أنا مش عارف يعني ممكن بقى هو شايف أن الراحة دي بتبقى راحة إيجابية في صالح الفريق على المستوى البدني ما عرفش أنا مش مخطط أحمال بصراحة ما فهمش في الحتة دي لكن دي ملحوظة بالنسبة لي قالك أنا تعودت عمل تحت ضغط ومنحتاج للصبر هنا في مصر محدش بيزبر خالص وما فيش حد بيبقى عنده ثقافة الصبر بالشكل المطلوب يعني طيب التصرحات مهمة جدا جدا بالنسبة لكلر وبالنسبة لقائد الفريق محمد الشناوي برضو اللي عندي عليه كلام كتير قوي لكن في نفس الوقت في نقطة غريبة جدا قالها كلر أنا عايف دي مش وقت إن احنا نركز على بعض النقاط لكن طبعما تصريحة ألف المؤتمر الصحفي من المدير الفني نفسه قبل المباراة بكرة فلازم نعلق عليها ويقولك هو لما كان ماسك منتخب النمسا ومدرب كبير طبعا كلر مدرب عنده يعني تاريخ مميز جدا مع النادي الأهلي وقبل ما يجي النادي الأهلي ليه اسمه في أوروبا لكن في نفس الوقت هو الرجل بيقولك يا متعود أن أنا ما ليش دعا وبالجانب البدني بروح بيعندي مطشين مع المنتخب أخلصهم اللعبة بتبقى إياه لي جاهزة على المستوى البدني بس هنا نقطة مهمة إيه هي إن تدريب المنتخبات جير تدريب الأندية وأنا مستغرب إن تصريحات دي ممكن تتقال دلوقتي في الوقت اللي كلر أصلا محقق فينا جاهزة كتير قوي مع النادي الأهلي يعني ما فيش أزمة والمناسبة هو كلر معزور في بعض النقاط برضو يا جماعة عشان يعني نقول لنا واللي علينا ما هو برضو نظام الموسم عندنا في مصر ملعبك الدنيا ملغبطة داخلها في بعض الموعيد مش متزبطة ما تحسش يعني أنت تخش في مطش تطلع على بطولة وبعد بطولة ترجع على دوري وبعد الدوري ترعب كاس والموسم عندك طويل جدا فدي مشكلة من ضمن الأزمات يعني لكن في نفس الوقت انت موقف تتحط فيه كجهاز فني فيجب على الجهاز الفني بالشكل كامل أنه هو يتعامل مع الجوانب البدنية بشكل مدروس يوقف اللعيب على رجلهم بالطريقة الأمثل اللي يتأهلهم ليه المشاركة بشكل مميز وعلى صعيد البدني يكونوا أفضل بكتير